موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخواننا المشاهدين الكرام أخواتنا المشاهدات الكريمات حياكم الله جميعا أينما كنتم في أرجاء عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي والعالم بأجمعه مغترجين كنتم مهاجرين كنتم أينما كنتم حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله في مفتاح حلقة جديدة من لقائنا ضمن برنامجنا برنامجكم دين ودنيا دواما نسأل الله تعالى أن يصلح لنا الدين والدنيا وأن يصلح لنا الدنيا بالدين هذه الرحلة أيام عابرة لكن الدار الآخرة هي دار المقر نعمر الممر من أجل أن يعمر لنا المقر إن شاء الله لا تظن أن من خرب الممر سيعمر له دار المقر هذا وهم أكبر إنما خلائف في الأرض من أجل أن تقوموا بعمارة هذه الأرض بمنهج الله عز وجل بالعلاقات الوثيقة محبة وأخوة وصدقا وتعاملا رفيع المستوى لائقا بالمسلمين لائقا بالبشر بالإنسان بكرامته بحقوقه أن تراعى جميع هذه وأن ننهض بأوطاننا وشعوبنا وقضايانا وأن نحل مشكلاتنا مع أعدائنا وخصومنا ولا يكون عالمنا العربي سدح مدح مفتوحا لكل طامع وطامح وغاز ومعتد أثيم وزنيم عالمنا العربي الآن بلا سياج يحمي ولا يقيه ولا غيره قضايانا كثيرة لهذا اليوم أيضا لابد أن نتكلم عن تفجير موكب الحمد لله تكلم فيه كثيرون ندل بدلونا بين الدلاء كما يقولون نتكلم عن ظاهرة العنف المجتمعي إخراج أهل الغوطة من الغوطة نتكلم عن مسائل كثيرة لكن دائما نبدأ بخير الكلام كلام الله عز وجل به نفتتح الحديث به ننعش الأرواح وننمي الفكر والعقل والنفس والفؤاد والتصور والخيال والوجدان والذوق والبيان العربي جملة أهداف إن شاء الله نحققها من ضمن أن نعيش دقائق لحظات في ظلال القرآن نتفيأ أفياء وظلال نص كريم اخترت لهذا اليوم وأنا أقلم حتى تقع عيني على آيات أقول هذه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ست كلمات لكن من كتفيها والله ما لا يحصى من الصفحات أشعر سأقول لك مجلد أو مجلدات لكن خلينا نتواضع في الكلمات ونقول يكتب فيها صفحات كثيرة ولكن نحن نعيش معها دقائق معدودات هذه الآية الكريمة آية أربعة وأربعين من سورة الزخر اتكلمنا من قبل عن سورة الزخر فقلنا إنها اسم على مسمى مزينة هذه السورة وقلنا من قبل إنها واسطة عقد الحواميم من قبلها ثلاث سور ومن بعدها ثلاث سور وهي الأطول مثل ما قلنا الجوهر الكبيرة تكون في وسط العقد يا سلام وفي وسط واسطة العقد الزخرف هذه الآية في الوسط مسنترة سنترة يعني إيه فاكر قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسط فاكر جت فين سورة البقرة وسط سورة البقرة بالضبط يعني لطائف قرآنك وذوقيات قرآنك لا تنتهي والله وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة إلى آخر الآية 143 من سورة البقرة لياتها 286 آية الوسط وهذه كذلك هذه السورة 89 آية وهذه 44 يعني في الوسط وهكذا إذن هذه الرمزيات وهذه اللطائف يعني تستنشق كالعبير والله كالعطر نعطر بها يعني أجواءنا ونعطر بها قلوبنا ونفوسنا أسأل الله تعالى أن يزكي هذه الأنفس وردت كلمة الذكر في القرآن 52 مرة 26 سورة بمعدل مرتين لكل سورة أكثر سورة ورد فيها هذا اللفظ هي الأنبياء منطقي لأن الأنبياء يذكرون الناس والأنبياء نزل عليهم الذكر فشيء طبيعي أن تكون سورة الأنبياء الأكثر ورودا فيها هذه الكلمة ثمان مرات ثم سورة الإصاد خمس مرات والقمر خمس مرات فهل من أو لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يعني لازمة عقب كل مجموعة من الآيات هذه اللازمة تعاد ولقد يسرنا القرآن إلى الذكر فهل من مدكر على كل حال أول سورة ورد فيها الذكر آل عمران والذكر الحكيم والذكر الحكيم آخر سورة التكوير إنه وإن لا ذكر للعالمين ما في الزخر في المرة رقم تسعة وثلاثين يعني بعدها باقي قليل ثلاثة عشر مرة وقبلها السبعة عشر سورة وهي الثمنطعش نضائرها نضائر هذه الآية في القرآن الكريم بل أتيناهم بذكره فهم عن ذكرهم معرضون سورة المؤمنون وليس غيرهما في القرآن الكريم اللي هم بذكرهم مرتين في آية وحدة من سورة وحدة سورة المؤمنون فيش غيرهم ولقد بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضوهم ما معنى ذكرهم بل أتيناهم بذكرهم يعني العرب سمحني كانوا يعيشون على هامش التاريخ أوطانهم مستعمرة الشمال لغاية التبوك مستعمرة للرومان والعراق مستعمرة للفرس بحكي عن زمان والجنوب مستعمرة للأحباش جنوبا مستعمرات العالم العربي شرقا للفرس مستعمرات شمالا والغساسنة بالشمال يتبعون حكام وعلى شعوبهم ملوك وهي لومان لكنهم شغرين للرومان حضارة غربية يعني وملوك العراق المنادرة ابن ماء السماء وابن شعفيه واللي أسماء سميتموها عمرو بن هند وعمر بن الخلاصة وغيره هؤلاء عائلة ماء السماء يتبعون الفرس لكن على شعوبهم ملوك وهيلومان وقبها وفخامة وأموال تغدق وهدايا طعطة يعني كانهم ملوك حقيقيين لكنهم تبع للفرس كنا على هامش التاريخ أصبح العرب منتشرين في الأرض كل الشمال الأفريقي تعرب الأندلس جاء وقت تعربت وانتشر لسانهم العربي إذن من الذي يجعل للعربي ذكراً في العالمين؟ من؟ القومية العربية يا عم الشيخ قومية العربية قومية العربية قومية العربية عمه طرحوها مصطلح يا حبة عيني من أجل أن تكون بديلاً عن رابطة وجامعة الخلافة الإسلامية العثمانية اللي سقطناها وعاوزين نعم العوض طلع عنا علي عبد الرازق قل لنا أصلاً خلافة ما فيش في الإسلام ما فيش عوض ألجمك الله يا أم الشيخ أبو لفة أنت بتلفه بالدور مولانا أنت عم بتلفه بالدور وأنت عارف أنك غير صادق لا مع نفسك ولا مع الله ولا مع شعبك ولا مع أمتك ولا مع بلدك تغير صادق وطبع الكتاب الإنجليز الإنجليز أسيادنه طبعوه ووزعوه بكميات فيش حكم في الإسلام ما فيش خلافة الإسلام منهج للتعبد نقطة نقطة ماشي يا عم العبد الرازق ماشي إذن بل أتيناهم بذكرهم فهم عما فيه شرفهم وذكرهم معرضون وأن ذكرهم بما يذكرهم ماشي بذكرهم بعزهم وفخرهم ومجدهم ونصرهم ووحدتهم ماشي الذكر ورفعنا لك ذكرك بهذا القرآن وإنه لذكر لك يا رسول الله يا السلام تبتتخيل أن رسول الله عليه أسكر الصلوات لا ينقطع ذكره لحظة ثانية في الكون هل تعتقد؟ هل تعرف؟ ثانية لا ينقطع ذكره ألف وخمسمائة مليون مسلم خطعا في كل ثاني واحد يصلي على النبي والملأ الأعلى لا ينقطع الصلاة على النبي اللهم صل على محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين اللهم صل على محمد إن الله وملائكة يصلون على النبي بالله عليك مخلوق يعني مخلوق عادي بشر مثل ألف وخمسمائة مليون عربي الآن ومسلم طبعا عربي ومسلم ألف وخمسمائة مليون بالله كم وزنهم في العالم وبدأش خلاف يعني مش هنختلف هنتفق جميعا على أنه لا شيء لا شيء لا شيء تماما لفرغ القلب من القرآن ففرغ الوجود كله من عناصر القوة أصبحنا ألعوبة يدحرجونا كده ودحرجونا كده مثل لعبة الإقلول بتاعة الأطفال يدحرجونا دحرجة على البلاط ولا مخلاصة خف وزننا ضاعت قيمتنا انحط وضعنا وافتقرنا حتى ماديا العالم العربي الآن كل الثروات الموجودة وعالم ممكن ما فيه فقر في العالم مثل ما في العالم العربي ليه يا عالم عربي ما كنتم أغنى أغنياء العالم بهذا القرآن بهذا الدين كنتم أعزما في الدنيا كنتم وكنتم من الذي جعل لكم هذه المنزلة والمكانة بدءا من رسولكم صلى الله عليه وسلم وانتهاءا انتهاءا بأي واحد منكم كان اسم العربي وذلك في المغرب العربي ما أكثر اسم عربي ابن العربي ما أكثر وأبو عرب عربي يعني صار يفتخر بأنه عربي ما كان هذا يعرف يعني ما قيمت هؤلاء للعرب حتى جاء هذا الدين وجعل لهم ذكرا في الأنبياء سورة الأنبياء يعني لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون يا السلام أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم تذكيركم نعم ذكركم في العالمين نعم ذكركم في الملائي الأعلى نعم شرفكم عزكم نصركم مجدكم وحدتكم قوتكم نعم أفلا تعقلون لماذا أنتم معرضون عن هذا الكتاب ليه يا أمة محمد ليه مزورون عن هذا الكتاب مستكبرون على هذا الكتاب وهو الذي مد لغتكم من الذي مد اللسان العربي ألف وخمسمائة مليون مسلم يجب أن يتكلموا العربية العرب نحن فرضنا عليهم لا خالق الوجود قال لهم الصلاة لذكري لا تكون إلا باللسان العربي بدك تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بالعربية إذن يجب أن تتعلم العربية فصار كل مسلم عربيا أي باللسان ألف وخمسمائة مليون مسلم كلهم يتقنون العربية إلى حد ما طبعا يتفاوتون طبعا منهم من يتقنها كأهلها ومنهم أقل من ذلك ومنهم من لا يحسن إلا ما يؤدي به الصلاة بركة بركة المهم يلتقي معنا في اللسان العربي والله أيها الأحباب يعني هالرحلات والجولات في العالم يعني أحيانا في المطارات السلام عليكم برادرز إن شاء الله أنا عبد الرحمن عبد الرحيم أنا مسلم يا السلام أسود وأبيض من كل الألوان من كل الأجناس ويأبى إلا أن يكرمنا بشيء نحن بنلحق الطيارة لا والله إلا أكرمكم بشيء الخلاصة يعني رأى السمت فعلم أننا يعني عرب أولاً ومسلمون ثانياً ولا مش قضية القصد فشعر في بينه وبينه رابط وجامع الخلاصة وورد ذكر للعالمين عدة مرات منها القلم والتكوير وصاد ويوسف إلى آخره طيب سريعاً نمر على الآية الكريمة أما ذكره صلى الله عليه وسلم فيكفي أن نستحضر الآية التي ذكرناها قبل قليل إن الله وملائكته يصلون على النبي فقط لو استحضرنا هذه الآية ولا سورة الشرح ورفعنا لك ذكرك في الوجود كله اسم محمد رقم واحد في العالم رقم واحد في العالم هنود صينيين لولي لا 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 اسم محمد رقم واحد أنت مغمض شن شن لا ما فيه شن ولا شن رقم واحد محمد جورج بروبرت بيتر لا محمد رقم واحد يا السلام تشرفاً باسم محمد صلى الله على محمد يا أمة محمد من الذي يجعلكم تتركون إمامة محمد وتتبعون من دب وهب شبلاكم شبلاكم تركتم القرآن واتبعتم دستير فرنسا وبريطانيا ولفقتم كثوب الشحادين من كل لون ومن كل ملة ومن كل دستور لم لمتم أخ وأما ذكر قومه فما كانوا قبل الإسلام مثل ما قال جعفر بن أبي طالب عندما حضر في مجلس النجاشي وجاء عربي يحرض على أخيه العربي عمر بن العاص مفاوض من الطراز الأول قائد داهية ذكاء خارق متحدث لسن لبق تكلم مع الملوك عادي بدون الحرج ولا يا فخامة الملك ولا هؤلاء يتكلمون على مريم بعكس ما تعتقدون فتكلم جعفر بكلام جعل النجاشي يسلم وعندما توفي النجاشي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أخوكم النجاشي مات صلوا عليه فقمنا نصلي في المدينة المنورة عن النجاشي لقب مش اسم يعني وظيفته الملك الإمبراطور الأمير الشيخ الزعيم الرئيس القائل ما أيا كان أيا كان الرفيق لا مش عاوزين المهم فصلوا على هذا من كلام جعفر لما تل عليه صدرا من سورة مريم متى تقولون في مريم تل عليه سورة مريم نحن نقدرها أعظم التقدير وابنها صلى الله عليه وسلم هذا أخو محمد عليهم جميعا أزكى الصلوات لكن لا نقول ابن الله الله ليس له ولد مستحيل طبعا نقولها أعوذ بالله لو قطعت ألسنتنا ما بنقولها ولد ليه ليه يعني ندعي أن الله له ولد ليه وما حاجة الله إلى الولد مش موضوعنا الآن هذا الحديث وماذا صار العرب بعد الإسلام فوق الريح ولغتهم المحلية كيف صارت لغة عالمية ولو الأمة الآن صح صحة لغتكم العربية تنافسي الإنجليزية أنتم مفروض رقم اثنين يا أبو لكن الأمة الآن في حالة منحطة ولذلك تعليم اللغة منحط ووضع اللغة منحط وبطلع لك من من عرباننا من يتكلم اللغة العربية اللغة العربية ما لها يا أخي خلصني يعني لغة الجمل الجمل يا جمل لغة الجمل لغة الصحراء لغة الخيمة لغة السوافي اسفي عليك أرقى لغة في الكون أجمل لغة في الكون لو في لغة أرقى منها وأعلى منها وأجمل منها وأكمل منها وأجمل منها لأنزل الله بها كتابه يا غربي الهوى والقلب والفكر والعقل والثقافة واللسان والفؤاد ألا تعقلون لك ما اختارها الله إلا لأنها أكمل وأجمل وأشمل وأعلى اللغات اللغة العربية وما أجمل قصيدة حافظ حافظ إبراهيم رحمه الله من أجمل ما قيل في اللغة العربية طبعا أحمد شوقي أمير بيانها رحمه الله هذا أيضا من ارتقى بالبيان العربي في وقت الانحطاط اللي بقول محمد رجب بيومي الله يرحمهم جميعا بقول كنت في مجالس يعني أحضر مع أحمد شوقي بقول هذا أعجوب الرجل يا مش أحمد شوقي مجرد أنه يعني عنده هالكلمتين قم للمعلم لا 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 أحمد شوقي بقول المجالس مذهل نطرح كلمة بقول هذه في اللسان 13 صفحة 165 بيعطيك هيها مثل قال كأنما يحفظ لسان العرب عن ظهر قلب يا الله من شدة تعلق أحمد شوقي وتعشق أحمد شوقي للغة العربية يا مدرسي اللغة العربية مغار مغار وتعلم أحمد شوقي ما صار أمير الشعراء من بلاشب إلى موهبة ضخمة تعب على نفسه تعبا شديدا حتى تثقف بهاللسان القويم العظيم السليم يطلع لي واحد سقيم والعقل والفكر والفؤاد يقول لي لسان العربي اللسان الصحراء والخيمة والجمل والتخلف تشقول لكن شب مش مناسبة يعني حاشر وجوهكم الكريمة لكن مثل هذا المنطق بدون قال لصاحب شب على كل حال فأصبحوا يحكمون في ثلاث قارات يا مسلمون أوروبا وأفريقيا وآسيا ولو كنا صحصحي وكويس واستقمنا في الأندلس كن نحن ونحن طبعا سبقنا أوروبا في اكتشاف ووجدوا عملة عربية أموية في أمريكا نحن كنا سبقنا أمريكا في سبوتشي وسبقنا من من اكتشفوا أمريكا من الإسبان إلى آخره لكن تنازعنا ففشلنا وذهبت ريحنا ولو استقاموا العرب على الطريقة لحكموا القارات الخمس لكن تركوا دين الله للأسف فأصبحوا ألعوبة العالم وإنه لذكر لك ولقومك بقي معايا بعض القول في هذه أحاول أن ألملم الحديث الذكر بمعنى التذكرة والتذكير وبمعنى الشرف والذكر بين الأمم والذكر في العالمين والذكر في الملاي الأعلى عند رب العالمين وعلى مدى السنين والقرون حدث ولا حرج في مقابل هذا الذكر والشرف هناك مسؤولية وضريبة لهذا الشرف الرفيع ينبغي أن أن تدفع والسؤال بمعنى تحمل وسوف تسألون يعني تحملون المسؤولية الدنيوية والأخروية مقابل أن أعطيتكم هذا الشرف تتحملون المسؤولية وتحمل تبعات الرسالة والدعوة والخير وكل أهل الأهواء والكبر والمصالح محليا وعالميا سيقاومونكم طبعا ويقاومون دعوتكم ولقد قام الصحب الكرام بالمسؤولية خير قيام ثم أترفت أجيال من بعدهم وبدأ الجزر والتراجع بعد المد فأصبحت الأمة مستهدفة من كل ذئاب الأرض ومن كل الوحوش والمفترسات خليني أنتهي عشان في الحلقة القادمة نبدأ بآية جديدة مثلما أن الأمة هي الأمة الوسط فالآية المتكلمة عنها في الوسط وهي الوسط وهذا مثل ما قلت من لطائف القرآن وحتى في آيتنا هذه وغيرها من يعني حتى كنتم خير أمة أخرجت للناس في آل عمران جاية تقريبا مئة وعشرة لكن من حيث عدد الصفحات تقريبا في الوسط سبحانك سبحانك الكلام لا ينتهي والله نكتفي بهذا القدر وبعد الفاصل اليسير القصير نتكلم عن ربما يأخذ الوصلة كلها تفجير موكب الحمد الله ونحاول نسأل من وراءه من المستفيد قبل ما نتسأل أقول يا حماس إذن فيلم حضر ما هو كلمتك يا حماس سلموا الأمن لنا يعني لإسرائيل نلتقي بعد فاصل يسير قصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تفجير موكب رامي الحمد الله رئيس وزراء الدولة الفلسطينية زي بعضهم في زيارة بدعوة من حماس من زيارة من قبل هذا المسؤول الفلسطيني رامي الحمد الله له رئيس جامعة النجاح ثم رئيس وزراء من عائلة الحمد الله من طول كرم معروفين اقطاعيين كبار يعني مجهاء من بدري مش موضوعنا ومع ماجد فرج من قرى فلسطين ايضا المهم هذا مدير المخابرات للدولة الفلسطينية العظمى ولو قلنا للرفيق عباسي انه ممكن غير ماجد فرج يعني سؤال بس طبعا لا طبعا لا لمعرفش انا ما تسألني ليه لانه بمونش غير هذا الشخص يستعيل طبعا من تريده اسرائيل عمه انت في في قفص فاكر لما كانوا يقولوا عن الخليفة العباسي خليفة في قفص الخليفة العباسي المعاصر خليفة في قفص بيفرضوا عليه فلان مفروض عليك وفلان مفروض عليك ما في غير على خشمه يخلع واحد منهم ما بيستطيع ياهو اذا الخليفة العباسي زمن هيلومان وعزه الآن يعني الخليفة العباسي المعاصر بالتعامل مع أعتى شعب في العالم وبيحكم العالم مش هيحكم الخليفة العباسي المعاصر على كل حال تم تفجير أول ما دخلت السيارة القطاع تم تفجير عبوة كبيرة كما تقول التقارير الصحفية بمجرد مرور الموكب وأصيبت السيارة لكن لم تقع إصابات لا قتلى ولا جرحة لم يصب الحمد لله والحمد لله لم يصب الحمد لله والحمد لله يعني من فضل الله لم يصب لكن المطلب صدر فورا يعني مطلب من من حمد الله قيل له أنه يطلب وفرج ماجد فرج و اضميري وفلان وعلان كله نغمة وحدة رئاسة السلطة ورئاسة فتح وشخص من هنا ومسؤول من هنا ورمز من هنا وقيل للحمد لله لكن الحمد لله يعني كان أكثر انضباطا وذوقا من منها الأمة الها الأمة فقالوا على حماس أن تسلم غزة وأمنها الداخلي للسلطة الفلسطينية يا سلطة فلسطينية الأمن الفلسطيني تابع لمن تابع للدولة الفلسطينية العظمى يا شيخ احفظ لسانك احنا حركة تحرير الوطني فلسطيني منظمة تحرير فلسطينية قد الدنيا اوه وما عملناش سلطة إلا بعد نضال مشرف مديد مجيد ما تطول شلسانك حاضر حاضر سنعتقد ما لا نعتقد أنه أنت دولة واستقلال وسلطة حقيقية حلغي مخي وامشي وراك ولغي تفكيري وعقلي وقري وراك نعمل ايه اجر عقلك والحقني يلا فبدي اجر عقلي والحق هالكلام الفاضي هذا أنت سلطة حقيقية مية المية اللي هي نكتة نكتة خايبة والسلطة تعلم أن أمنها الداخلي بيد إسرائيل بدون ما سميلك أسماء بتصير بعدين مسؤولية قانونية أنتوا عارفين بعض معروف كل واحد معروف يعني لتسلم غزة أمنها لإسرائيل المكشوفك وعلى بلاطة من وراء التفجير حماس طبعا يبدأ السؤال هاي حماس تخلينا الناقش بالعقل يعني ما فائدة حماس حماس بتكره الحمد الله وبتكره ما جد فرجه بتكره عموه بكره وبحب شيء وبدمر نفسي ومصالحي شيء آخر إن آن حياة غزة روح غزة بيد رامل الحمد الله ومعلمه وعملوا مصالحة واتنازلوا واتكتافهم في غزة ليه وضغطوهم العرب جزاهم الله ما يستحقون اللهم آمين وقلت لك كنا متألمهم ضغطوهم ضغطا ما لزوهم في الحيط روح على عباس راح على عباس رضينا بالغلب والغلب مش راضي والمعلم مش فاضي قال الأخ عباس أهل غزة مو إخوانك مو رعيتك قال لا أسلم السلاح أولا أولا لمصلحة من أسلم سلاحي يا أخ عباس سلمتم أنتم سلاحكم ودقونكم سلمتوها لإسرائيل شعملت بيكم شعملت بيكم إسرائيل مرمطتكم يا أخ عباس لكن الخلية الحية الباقية في الأمة العربية غزة مستكثيرين عليه ظلمها كان بندقية يا رفيق عباس شبيك محروق بصلك عن إيش سلموا الأمن سلموا السلاح سلموا أنت مفاوض عن إسرائيل مثل ما كان عمر إسليمان كما عشان نفهم إحنا بنحاول نسأل عشان نفهم إذن حماس وراء التفجير مستحيل طبعا ولماذا مستحيل هل تعلم ما معنى المستحيل في المنطق بديش ألم مستحيل بالعقل ذي لأنه حتدمر سمعتها وآخر النهار حيجي وينمسك مين من عملها من حماس حيبين بكرة حتخش مخابرات العالم كله انت خايف إسرائيل على أمريكا على العرض إيه كله حيحقق ويبحبش على الآثار والنوع العبوة مثل ما قلت أنا داعي رامي الحمد لله وجاي مع فريق الأمن بسيارة وحدة السياسي مع الأمن أهم شيء الأمن ما أجد فرج والأقرع على الله المهم فأنا داعيه وأنا أفجرهم منطقا دينا ذوقا خلقا عرفا اجتماعا يستحيل احتمال صفر بالمية مش واحد بالمية صفر والله مش الدفاعا حماس أستخدم عقلي بس أنا داعي ناس أبدو أهلان 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 وين نفجرهم بكون مجنون أحمق يعني بالعقل تماما وسأدمر سمعته وأهل غزة سيضامون بسبب هذا التصرف الأهوج الأحمق إذن حماس احتمال أنها وراء التفجير والله صفر مطلق على ما لا نهاية صفر هذا رأيك ولكن الذي قام بالتفجير لماذا لا يكون من حماس ما احنا قلنا يا أخي يستحيل بقول لك يعني إلى هذه الدرجة لأنه اللي قام بالتفجير يريد أن يلصقه بحماس أقول لك المسارعة بالطلب لحماس أن تسلم سلاحها عرفنا من وراء المسألة يعني منتهى البساطة سلم سلاحك يا حماس سلم دقنك يا حماس ما نعرف معنا مين ولا التفجير ده معناها أنت انت مبيت التفجير وما بعد التفجير لهذه المطالبة الوقحة المطالبة السمجة المطالبة الفاجرة المطالبة العميلة بأنه إسرائيل ما قدرت تنزع سلاح حماس تنزعوا أنتم يا صنايع صنايع يعني صنايعية مش صنايع على إسرائيل في مناجرات صنايع يعني صنايعية ما شاء الله في السياسة وفي الإدارة وفي الأمن وفي الحس الأمني وفي في المقاومة برضو صنايعية آه آه سبع صنايع والبخضايا وأنا أعتقد أنه من فعلها لا يريد قتل الحمد الله وماجد فرج لا لا إذن فهمت المعادلة برضو يعني أنا بعمل هشوشريشن وبقول لك بعد كده حماس ما واحد من اتنين يا حماس يا أنت وراه أيوي يا أنت عاجز عن حفظ أمن غزة على بلاطة كده يبقى على الحالين تسلم ديجنك لي آه أما بعد كده تقول لي فرجوا عن غزة ده بعدك وبعد اللي خلي فوق ده مستحيل طبعا أفرج عنك أهلا يا من حاولت قتل رئيس الوزراء العبقري اللي من من ولد مثله الله أكبر وماجد فرج رجل الأمن الخارق الله أكبر سوبرمان خارق هش الدعوة احنا طبعا ضد أن يمسوا والله شعر منهم لا والله بقطع النظر عن بمقيسنا من هم وما هم هذه قضية وهي قضية إلا الدماء يا بويا احنا وحنا الشباب صغيرين من أد كده من فضوح نقول لا نلقى الله بدماء المسلمين أعوذ بالله ولا دماء غيرهم محتل الأرض هذا شيء آخر هذا شيء آخر لكن ألقى الله بالدماء يا الله لا تعرفون من هم المسلمين شفناكم يا شيوخ شفت عملاء صنايع طول دقنه بتاع الموساد نصور دقنه اللي عملها بعد ما حلقها جمعها وقال هاي دقني لنا نضابط الموساد وشي وشي مخابرات عربية من البلدية والبلدية والبلدوكة 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 ودوكهم ما ما خلص ما هنتكلمنا بهالموضوع لما ملينا ومليته مش هنعيد الكلام طول دقنك وعمل كشة وعمل جدائل هذا هو الاسلام وتنور للركبة لانه التقوى ها هنا هاي وتوحش ها اقتل اخوانك عشان نقول هذا هو الاسلام لا لا يا ابو هذا وش الاسلام هذول الصنايع اذا نواصل مع موضوع رامي الحمد الله اذا سارعة الرئاسة الفلسطينية وقياة الفتح مثل ما قلنا الاتهام حماس هذا التسرع والمسارعة مؤشر غير صحي ومؤشر على انه في امر بيت بليل عم رامي انت وعم ماجد هنعمل شوية ازعرينا كده يعني فقع ما تخفش ما تخفش و هنحقق اقصى امانينا اني ارى القطاع تاخخ وناخخ وخاشع بين يدي اسرائيل مثل ما احنا خاشعين في الضفة الغربية خضعناهم اما كيف لا معلمين ما شاء الله انكم اشهد اشهد انكم كفاءات ايو الله اشهد المتضرر الاول من الحادث حماس والله اني مقدر حرج اسماعيل هنية بعقلي وتفكيري وشعوري مقدر وتقدير انه مسكين يعني ما بنا من ليل متألما لما صار ولم تتهم السلطة وفتح دولة العدوان والمتنفذة من خلال العملاء مع انها المستفيد الاول طب يا فاتح حطوا احتمالات والله حماس احتمال رقم واحد ورقم اثنين حماس ورقم ثلاثة حماس خلاص ورقم عشرة اسرائيل حطوا احتمال قال لي لا 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 ليش لا انتم مخططين معهم انهم معكم تأمين شامل من قبل اسرائيل هل قد انتم عزيزين على اسرائيل بلا بوش غيركم يعني بالك يعني مش فاهم هل استماتة في الدفاع عن اسرائيل حط احتمال يا اخي احتمال عقلي فكر يعني حماس واحد ماشي مش ممكن يكون من فتح برضو ما انتو اجنحة يا فتح ما سمي لك عائلات الان فلان وفلان بغزة طب ما فيكم اختراقات يا فتح بلك واحد منكم مختراق بلاش يكون ماشي مع القيادة لا فتح ومربوط في القيادة شكلا لكن مربوط باسرائيل تنفيذا واحتمال مثل ما هل نجيه الان ان يكونوا داعش خلينا ماشيين بالترتيب سرعة الاتهام قبل التروي والتحقيق تدل على الفاعلين اذا بدك رأيي حماس بيرك تلك اذا دلت عليكم انو امر اولا ما صابش منكم ولا واحد يبقى الفيلم ايه مترتب قاهز والمخرج اشهد انه فنان والمنتج ممتاز لانو ماجد فرج ما في منه يا بويا يا رامي الحمد لله بلاقي لابس ماجد فرج لا ندر انك تلاقي ماجد اخر مش سهلة مش سهلة مش سهلة هل يمكن ان تكون من صنع داعش بدك رأي احتمال وارد احتمال وارد وفاكر ابو الجدائل شعر طويل وقال اعلموا اننا ننفذ شرع الله مدد ونقتل المرتدين مدد من المرتدين حماس الله اكبر بالله هذا اسلام هذا لا والله لا والله اخواني مش كل من عمل كشة وطول دقن وعمل جدائل وقصر التنورة صار هو الاسلام يا بويا هذه صنائع يا عمو اطلق على المجاهد البطل هذا اطلق على الرصاصة بتماغه وشفت المنظر هذا نفسه تسرب الى قطاع غزة بد يفجر اكبر مسجد في غزة مسكون ضبطوه وجدوا انه مرتبط مع الموساد يا حجي جدائل تعجبك جدائله وكش شعر ما شاء الله ودقن سبسبة لهون ومعطرة اكيد وتنورة شرط عشان التقوها هنا انه نطول جل بيتك ولا فقدت دينك الله اكبر هذا الدين المصطنع اما كل مفتعل هذا يا حج هل يمكن ان تكون مفتعلة من فتح هل نحط احتمالات مش زيكم بنقول احنا قطعا فتح وراها لا قطعا داعش وراها لا قطعا مش قطعا حط احتمالات ونفكر فيها اذا من وراء التفجير لغاية الان لا نستطيع ان نجزم ونقطع ونعطي قيم لكن خلينا نقول مجتمعاتنا هشة وقابلة للاختراق يعني اسرائيل كم مجندا من العملاء والله هم اليهود بيقولوا ونحنا الجواسيس عيوننا وآذاننا ولولاهم لا نرى ولا نسمع يعني ما يكون من نجوة ثلاثة إلا رابعهم كلبهم ينقل إلى إلى اسرائيل أولا بأول بقعد على قهوة في مجلس في مسجد أحيانا بيقصر جلبيته بيطول دقنه مسبحة من غير مسبحة بضع الميان يا أمي عدي بحسب الحال إذا قاعد مع الناس معهم مسابع يحمل مسابع معهم مش مسابع يحمل السواق بظل يأكل فيه لأنه هاي برضو هذا نوع من التقوى واتباع السنة بظل لك منضغب هالسواق وعليك فيه زي العلكة أيوة ما هكذا السنة عمو خلينا في الموضوع الله يصلح الحال مجتمعاتنا هشة بعدين ناحب ضيق في الأرزاق ضيق في الأرزاق بعدين مجي واحد يقول لك عمو مئة دولار بالشهر مئتين دولار بالشهر تشتري من الأسف ليه ضيقوا على غزة عشان نصبح الاختراق أسهل وإذا كان الاختراق على المستويات العليا أفلا يكون الاختراق على المستويات الدنيا يعني من قتل يحيى عياش في غزة برضو من من يعني حماس كل دولك العربية مخترقة مختلف المستويات يا بويا بدأ غزة تكون يعني محصنة من الاختراق نحن مجتمعات عشة باختصار من فجر الموكب يريد أذى حماس فلا يعقل أن تكون هي من من فجرات مثل ما قلنا ومن تسرع واتهم حماس هل يريدون أن تضيع الطاسة يعني فورا لبسوها لطرف معين عشان يتغطى الطرف الحقيقي لهم قد يكونوا جزءا منهم يهود غير يهود ما نحسن مش مثلهم من فجر الموكب يريد أن ينسف المصالحة ويريد مزيدا من خنق القطاع ليخضع لإسرائيل أما تقولوني بعد هذا فرج عن الموظفي غزة لولله لولله ما تحلموش يمكن الرفيق عباس بكر يطلع لك يفقعك تصريح بعد ما بتكون تقتل رئيس وزرائي ومدير مخابراتي وأمني الله أكبر أمنك أنت آه يا سيدي المهم ثم تقولون لي يا أهل غزة فرج عن غزة لولله أحلق شاربي لو فرج عنكم تقول لك أطلق مراتي لا أهل بحلق شاربي طيب الاحتمال الأقوى إسرائيل إما من قبل المخترقين نفذ ولا و إما من خلال داعش مليانة مخترقين لا إسرائيل في الداعش وفاكر لما صار نقل معلومات من أمريكا لروسيا عن طريق الموساد إنه إحنا من عملائنا اللي في وسط القيادة في داعش أيوا قالوا إنهم حيفجروا طيارة عابرة من أوروبا إلى أمريكا فوق المحيط من خلال الآيباد من خلال الأجهزة وذلك منعوا حمل أجهزة الكمبيوتر على الطائرات الكمبيوتر الشخصي ممنوع ليه لأنه معلومة وصلت المعلومة إلى أمريكا ثم انتقلت لروسيا صارت عليها ضجة لتذكروا مصدر المعلومة الموساد الموساد نقلوها للسيا أيه نقلوها لروسيا أنه نحن بنحذركم نحن نمنع الطائرات أن نحمل عليها الكمبيوترات الشخصية الأعباد ولا غيره نسمعش لأنه عندنا معلومات من مركز القيادة في داعش أنه أنه حيكون كيت وكيد إذن أتستغربون يكون عنصر من داعش مخترق للموساد أوه أوه نقول ماذا في موضوع تفجير موكب الحمدلله قتل لحماس في غزة مازين الفقهاء أحد أهم قادة حماس مش أقول لك الزواري بصفاقس لا بغزة نفسها إذن عاجزون عن يا أمه يا أمه أعتى الدول كأمريكا وإسرائيل بيحصل فيهم عمليات فاصحة زيادة يعني يعني كيف الشباب نفذوا عمليات في بفلسطين المحتلة اللي سموها الآن إسرائيل ومن من فضل الله بطولية عملياتهم نفذت ومشيت واء العيون والآذان تتسمع وتتبصبص من السلطة وغير السلطة ومع هذا كانت تمشي العمليات من فضل الله وأصيب أحد أكبر قادة الأمن في القطاع توفيق أبو نعيم يعني كادت تكون قاتلة الإصابة إذن إذن حماس مستهدف في القطاع يا أبو يا ما قلناش وراها فتح أو فلان من من عناصر فتح ما قلناش ما نسمي عهلات نعمل مشكلة أقصد أن ضبط الأمور مع هذا الاختراق ليس سهلا ولذا سارع كثيرون بالطلب بلا حماس أن أن يسلم الأمن الداخلي إلى السلطة مثل ما كررنا ونقول لهؤلاء الاختراق فيكم أشد من كل أحد يا من تتشاطرون على حماس كان غيرك أشطر أنت يا قدع القدعان من الذي سمم رمزكم وقائدكم ومفجر ثورتكم الرئيس القائد الرمز المناظر الكبير ياشر عرفات أبو عمر ما نسممه ممكن تقول لي والله وكيف وصله البولونيوم والغير البولونيوم مش هنختلف الآن كيف وصله ومين اللي وصله ومين منكم من قياداتكم كان متواطئ كشفتوا الأمر بعد عشر احداشر اثناشر سنة كشفتم شي فلا تقول لي حماس مش قادرين تمسكوا الأمن سلمونا يا أسلمك طب كان حفظتوا أمن عرفات رمزكم قائدكم مفجر ثورتكم ورائدكم ومسيدكم إلى آخر ما حميتهوش وبعد اثناشر سنة القاتل ما عرفتهوش يا أجهزة كفؤة ما كفية على بوزة لا كفؤة كفؤة اكفاء عميانة دير مالك مش اكفاء ذونا اكفاء أمنيا ما شاء الله يعني كفايات ما شاء الله كفاءات عفقني هسا من السوالف إذا أمن زعيمكم زعيمكم ما وفرتهوش هتوفروا الأمن في غزة عشان تكونوا مخترقين لإسرائيل نقطة هذا هو المطلب وهذا هو المقصد فلا تتشاطروا على حماس وتسترجلوا على حماس استرجلوا على أنفسكم والاختراق الواصل فيكم للعظم وقولونا مين اللي سمم عرفات ومستلمكم تقولنا كمان طبعا لن تقولوها ليه ما عرفش هنتكلم بعد هذا عن السياسة الاقتصادية الحماية الأمريكية واش هذا ونحاول أن أن نقف عند قتل العميل الروسي في بريطانيا أزمان مشتعلة نحاول أن نقف مع بعض هذه القضايا يكونوا معنا في الوصل الأخير بعد فاصل قصير يسير ترجمة نانسي قنقر اخواننا مشاهدين اخواتنا مشاهداتنا حياكم الله مرحبا بكم في الوصلة الثالثة والأخيرة من لقائنا لهذا اليوم عندي قضايا كثيرة جدا لكن أحاول أن أسرع الخطى قليلا يعني موضوع رامي الحمد لله أطلت عنده لأنه موضوع خطير الحقيقة ويمس قضياتنا في الصميم ومؤامرة كبيرة وستكشف الأيام خيوطها وإن شاء الله يلمسك طرف الخيط ونشوف المسلسل سينتهي لين تجميد الاتفاق التجاري مع تركيا الأردن جمد اتفاق تجاري مع تركيا اتفاقية منطقة حرة أستعجل في الموضوعات مع تركيا عمرها قارب العشر سنين الدعوة المقدمة تضرر الصناعة المحلية يعني وفريق من المحللين والكتاب يرى أنه قرار فيه رائحة التسييس بقول لك ش رأيه ولا مش رأيه بقول لك أنا عدد من الكتاب والمحللين الاتصادين لأخير القرار فيه اسم هيك فيه رائحة التسييس والاقتصاد مكش عن السياسة مش قصدي هذا قصدي أنه بالعرب يعني تعرضنا لضغوط من الأشقاء مد متصل أشقاء 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 الذين يرون تركيا خطرا ولا يرون إسرائيل وإعلام بعض مضوال الشقيقة تعرف الشقيقة نسأل الله العافية لنا ولكم يرون محور الشر قطر وتركيا قطر وتركيا هم الشر مش محور الشر هم الشر المحض خلاص وغزة طبعا يعني الثالوث هذا الثالوث الدنس أعوذ بالله أعوذ بالله لا تذكرهم مرة ثانية صدق لو قلتوا مرة ثانية الثالوث هذا يمكن يغمى عليه من الحقد عليهما أعوذ بالله قطر تركيا غزة عوذ بالله عوذ بالله ما حوالينا ولا علينا اللهم نجينا من شرورهم اللهم نجينا هبدك رخ يا شرعي عرائل يا إخواننا بتوع التراقي يعني وفق المنظور الإسرائيلي ما شاء الله أمتكلم على كل حال وإذا كان ضررا حقيقيا هذا الاتفاق فليما نبتدرس الاتفاقية جيدا ما وقعناها يعني يوم فطلنا للعواقب بعد عشر سنين وما له أنا ما قلتش عاجنا بس بطرح أسيرة لا أكثر ولا أقل بالاقتصاد طلطميسي الحمد لله على كل حال هذا سريعا مش عاوزين نطول أزمة اغتيال العميل الروسي السابق في بريطانيا من قبل أيها المشاهدون الكرام والمشاهدات قتلت روسيا عميلا لمخابراتها إن شق عنهم أتلوه زي نقول لك دخل أسنصير دخل معه واحد كفيف وحامل عصايته وهو عم بيحاول يرسل عصاية على الأرض ضغطها على رجل الراكب الآخر في الأسنصير أوه أم سوري أم سوري أم سوري مع أول موقف الأسنصير نزل لا كفيف ولا يحزنون العصاية كان في رأسها دبوس مسمم الرجل مات في نفس اليوم أم هذه دول خاصة بوتن هذا قتل قتل لا يعني كل المنافسين له رصاصة ولذلك مثل بعض الدول الإيش الدول الإفريقية مش العربية لا كل المنافسين لاقع الصفر سجن من المهم مش دول عربية ورد أيضا ويصلح الحال يعني فورا بتلبسوها للعرب لا واليوم تتجدد المشكلة باغتيال منشق جديد من عملاء الكي جي بي المخابرات الروسية لكن المرة بموديل جديد رشة من غاز الأعصاب آه الذي يرش به الشعب السوري يوميا يوميا وفرنسا وأمريكا وبريطانيا بقول إحنا وي أرنطشور بالله من إيش قال إنه اللي بستخدم غاز الأعصاب السارين والإكلور وغيره من الغازات أهو النظام أم إن الغوطة تقصف الغوطة ها يعني نازم يكون في عندنا حوطة لا تكون الغوطة بتقصف الغوطة ايه والله هذا منطق والله منطق بفلوق الصخر إنه اللي عم لك الأعمى شايف الأعمى شايف وإنتوا عارفين قدنا عشر تلاف مرة والله يا عمو عندكم مخابراتكم على الأرض لكن لأنه الذبح في المسلمين يو أجري تطعك علينا فاهمينا على بعض يا أبو مخطؤ من ظن يوما أن للثعل بدين رحمك الله يا أحمد شوقي فانفجرت أزمة بين بريطانيا وروسيا وتتصعد تتوتر الأجواء أكثر وأكثر طردوا 23 عضو دبلوماسي من السفارة والمحقيات الروسية في بريطانيا ما يعادل تلف الكادر الدبلوماسي الروسي في بريطانيا وتصعيد الكلام مشتد يعني كل ما هو بيحمى أكثر وأكثر خاصة أنه يعني الدورة الأولمبية في موسكو حتكون بعد بعد قليل يعني هذا حيأثر على يعني تكونها منفق عشرات المليارات على موضوع الاستاذات والتسهيلات وطرق مواصلات وخدمات وفنادق وغيره الدولة ضخ مش عوز أقولك مئات المليارات على الأقل عشرات المليارات شركات والدولة نفسها رأس المال الدولة فانت أنت عمله فركشيش يعني مثل عملة روسيا قولا واحدا وهل عرفت يعني لأنه في تجارب مسبقة يا بويا من انشق عنه ما بيسيبه لا نتصور بالطبع ماذا أن المواجهة الكلامية الآن تتصعد إلى درجة المواجهة بالسلاح ليسوا عربا يعني ليسوا عربا يعني احنا اول من الطاوش بنذل برصاص على طور الخط ليسوا عربا هذه الدول لكن ممكن اقتصاديا نخفف التعاملات ممكن اطرد من الدبلوماسيين نصهم اخلي نصهم ممكن اطرد ثلثين ومخلي الثلث ممكن اخلي ممثلية بس مش مستوى سفارة او اخلي سفارة اخرى تقوم بمهمات السفارة الروسية في بريطانيا والعكس لانه معاملة بالمثل لكن تصعد المواجهة الى درجة ان تستخدم الاسلحة والصواريخ العابرة هذا الكلام هذه امم متحضرة يا حجي للأسف ليست متبربرة وهمجية وتابعة مثل حال العرب الان للأسف اللي هو حال اسيف كسيف خسيف مخزي والله لا نتصور لكن معسكر الاعداء يضرب الله بعضهم ببعض اذ لا طاقة لنا بهم فاختلافهم فرج لنا وعلينا واتفاقهم على رؤوسنا مصيبة السياسة الاقتصادية الحماية الامريكية فرضت ترامب ضريبة تصل الى 25% على واردات امريكا من عنصرين الحديد الصلب والالومنيوم تلا تتخيل امريكا شكاد بتسهلك من هذه الاشياء امريكا ورشا يا بوي امريكا هي العالم امريكا اقتصاد رقم موحد في العالم الصين طالع الان يوشك ان تنادد امريكا وخمس سنوات ستفوقها الشعوب اذا خططت وصلت شعب العربي والقيادات العربية لا تريد ان تخطط اصلا ولا تريد ان تصل الحال ليس بالامكان ابدع مما كان ابدع قال لي اقدع اقدع او لا ابدع او لا اكتع فكون منها السهل فالله اصلح الحال اذا ترامب فرض هذا ولذلك استقال مستشاره او كبير مستشاريه الاقتصاديين كوهين يهودي ترامب محاط من كوشنير كبير المستشارين شاب زيار فقط لانه صديق نتنياهو فهو خطهم الى ايباك وخطهم الى اسرائيل والصهيوني العالمية كوشنير هذا وعائلته في امريكا عائلة متمولة بليونز وتجار عقار مش موضوعنا فيما يعرف بالسياسة الحماية يعني انا بدي اخلق واوفر ملايين الوظائف للامريكان اقوم اعملي اشغل مصانع بلدي اقوم اخفف الاستيراد اخفف الاستيراد انا دولة الليبرالية اقتصاد حر يعني اقتصاد داخل داخل والطالع طالع يبقى ما ما فيش قيود قام ترامب الليبرالي الرأسمالي يعملي يفرض 25% والرسوم يعني سعر الطون مثلا 1000 دولار يعني حصير 1250 دولار واو طبعا هذا رقم عالي اذا المستوردات ستخف اذا هتشغل انت المصانع الداخلية اذا اوجدنا ملايين الوظائف اذا حلينا ازمة البطانة هكذا حسبها مستر ترامب كوهين قلنا كبير مستشار الاقتصاديين واللي كان سوق ترامب لدى الشركات المحلية والعالمية كوهين هذا كاهن يهود معتق ورأس مال وعليم بالاقتصاد الى اخر فقال له هذا غلط اذا قدم استقالتك فقدم استقالته ولذلك كل فريق ترامب انفضوا من حوله وتركوه وحيدا في الميدان عشان يعدل الميزان التجاري يعني صير وارداتنا وصادراتنا قريب من بعض اول المحتجين ومن اثار حفيظتهم هذا القرار روسيا الصين اليابان كوريا اوروبا بمعنى العالم الصناعي كله والصين بالذات طبعا وقالوا انهم سيعاملون امريكا بالمثل اذا عم بتدوح في الافق طنائر حرب اقتصادية خطيرة طبعا مش سهلة ويتوقع العالم اذا حربا تجارية كما يعني يتنبأ وكتب بهذا عدد من الصحفيين على كل حال نقل الخلاف من الانظمة الى الشعوب فاكرين اخوانا اول ما صارت ازمة قطار فاكرين لما قلنا لكم سينقلون العداوات الى الشعوب مش هطار لا بس بذكرك ملتوكم هذه الاسريب الخسيسة ما احنا يعني جربنا من قبل وشفنا كيف بفكروا باي عقلية بيشتغلوهم سينقلون المعركة الى الشعوب طلع واحد حقير لا تقول حقير ما سيدي مش حقير ماشي يقول ان شاء الله الشعب الفلسطيني الصغير قبل قبل الكبير والطفل قبل البالغ ينحرق حرق مثل ما هتلر حرق اليهود الله يحرقهم حرق شعب الفلسطيني لانه طفلهم سيتربى في احضان حماس ارهابي ابن ارهابي طلب منك طبعا هذا الكلام اقسم يمين انه طلب منك ايها المتكلم على صفحات التواصل احلف يمين طلب منك ليه لانه يعني كيف الان عم بعبي الاعلام في بعض البلدان العربية بشحن بدون ما اخش في التفاصيل الان بلد الفلاني وبيقولوا ايه وقالوا ايه والتحريط يعني على الشعبهم والتحريط على الاخرين فاكر لما عمل السادات مبادرة الكامب ديفيد السلام مع اسرائيل فاكر فورا بدوا يثيروا الاحقاد على العرب يا الله انشبينا على اسرائيل انكبابا وانفضينا عن العربان انفضاضا مثل ما قال احمد مطر الثور فر من الحضيرة بعدين لحقد كل الحضيرة لحقة الثور الحمد لله ما هو من التم الشمال مع اسرائيل شيء مؤلم ومحزن يهويا اذا بده الاخ ينقل الصراع الى الشعوب وقد حصل في بعض الرعاع مثل ما قلت ادوات وصنائع اقالة تيلارسون ريكس تيلارسون وزير الخارجية ترامب يقول اختلفت معه في عدة قضايا البشر يختلف الانسان مع نفسه يعني هذا الاختلاف طبيعي يا عم ترامب ترامب يصلح قائدا في العالم العربي يا ليه تصدرون يا والله ولا يصلح قائدا في امريكا بلد مؤسسات هذا زلمة الوان مان شوق لك عندنا تعالى سوقك عندنا مليحة رائجة ايه والله ولك موضع في القلوب بحبوك العرب هلما هلما يا ترامب هلما هلما هي ترامب هلأ 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 وصبوها القهوة وزيدوها هيل لترامب على ظهور الخيل هلأ هلأ صدرون يا امريكان والله برايحكم منه ونحن نشتري بأغلى الاثمان والله دم قلبنا لك ترامب نحن نحب كل المجانين في العالم تعيين مدير وكالة الاستخبارات المركزية وزير خارجية بومبيو هذا الان هو وزير خارجية محل تيلارسون واعتقد انه تخلص منه كمدير مخابرات مركزية فموقع مدير الوكالة المركزية الامريكية الاستخبارية اخطر من وزير الخارجية اعتقد انه الرسالة واضحة جدا وجينا شو هاي عين مستر ترامب جينا ايه نعم جينا شيري هاسبل ما لها عينها مديرا لوكالة المخابرات المركزية الامريكية ومن هذه جينا وحدها اسمها جينا مجينا لولو برجيدا مدرمين لا هذه جينا ثاني جينا هاسبل هذه يا سيدي التي عذبت المساجين المسلمين في العراق وصورتهم مع رايا ومحروقين فاكر المنطينهم بأسلاك الكهرباء ومعرينهم ومكادسين جثثهم فلتعلهم الكلاب وتصور هي مع الموتى ومع المحروقين فاكر أم الصورة هذه هي مديرة الوكالة وكاتب المخابرة المركزية الامريكية شفت عقلية ترامب يا حجي يا حبيب العرب تعال عندنا يا رجل مو لاجئ سياسي ينتج صدر البيت يا هلا يا هلا بيقولوا تيلارسون فشل معلمه أفشل أولا هذا فريقك مستر ترامب وهذا نقاوت عينك تيلارسون فاشل ومال أنت أفشل الفاشلين وإذاك محلك عندنا والله في قلوبنا ومنحطك في أفئذتنا منحطك في عيوننا في سواد العين منحطك يا ترامب تعال خاصة شعرات الحلوات ما ديزين لقدام ما شاء الله يعني الحقيقة شي شي تحفة وإحنا الشكران ما شاء الله يعني نحن ولائنا لهم مطلق إدارة الصراع مع روسيا والصين وإيران مش عاجبوا إدارة هذا الصراع اللي كان بديره تيلارسون فيما أرى يعني في القارة الإفريقية صحيح أنه ما أحققش هالاختراق الضخم إفريقيا معقدة احتياجات وبعدين الصين ضخالهم مليارات يعني من طلع البترول بالسودان الصين يا بويا جابت الصين شركة شيفرون شيفرون فتش فتش كانت نو نو بتروليوم إن سودان باي باي سي يولير وصبوا محل ما حفروا اسمنت بعدين جابوا شركة صينية حفرت طلع بترول السودان من أنقل بترول في العالم فالصين صارت شريك تجاري لكل إفريقيا بينما أمريكا كانت شفاط ولذلك أفريقيا اندلقت على الصين فتيلارسون مش رح ينجح طبعا منجح تيلارسون في إفريقيا لأنه في ظروف موضوعية أمريكا مصتهم الصين الصين مش معنا أنه من كبار الصالحين الصين دولة مصالحة أولا مفهوم لكن بتشهيلني وشهيلك ديني وديلك أمريكا لأ علقة مص وما تعطيش ولتهاونه في العلاقة مع إيران يعني تيلارسون يريد يمشي مع إيران بالدبلوماسية وترامب يريد أن يمشي مع إيران بالتصعيد ستقول لي ما هي إيران مع أمريكا حلب من عارف وإنت عارف ولكل عارف لكن حتى الحلفاء في فن لإدارة الصراع والعلاقة معهم تيلارسون مش ماشي على مزاج ترامب الرد على هذا أنه ترامب لم يبق على أحد بجانبه كل فريقه شطبه تيلارسون وصف ترامب الأحمق الذي يصعب التعامل معه والتنبؤ بتصرفه وكم صنعت تغريدات ترامب من أزمات وكان نبه تيلارسون صديق له قال له ترى في تغريدة عن بعدها ترامب مؤذي لك ما فيهم هاش تيلارسون صديقه كان عاوز يوصل له الرسالة أنه يقدم استقالته قبل ما يقيل لك هو ما لقيتش الرسالة كم وضح رسالتك يا رفي المهم تم عزله من قبل ترامب لتيلارسون هذا بتغريدة مهينة يعني تيلارسون أنا أعتقد أنه كفاءة مش عم بمضح لكن تصرفاته مواقفه يدل على عنده عقل عنده ثقافة عنده هذا الموضوع لكن مش ماشي على مزاج لمعلم بده يمشي بحدة محل ما أنا يعني هو ترامب ضد قطر مثلا تيلارسون متوازن يعني مع ذولا ومع قطر يعني بحاول أنه يحفظ التوازن على كل حال نتكلم بموضوع آخر عودة مذابح الروهينجا أو الروهينجيا زي بعضه حرق قرى بأكمله والأقمار الصناعية مصورة مناطق كانت وصارت صارت بلقعا قاعا صفصفا وكانت قرى عامرة والعالم لا يرى شوف عمو إذا المذابح في المسلمين ما في حقوق إنسان أنا مش شايف مش سامع ما عنديش معلومات I have no idea ما عنديش فكرة إذا كان الذبح في غير المسلمين they are concerned مهتمين بجتمعوا بصنروا قرارات فوريا مستعدين تحت البند السابع يعني قرار له أظافر استعمل الطيران والقصف لكن الروهينج يتبحوا المسلمين ومين اللي عم بيقود المدبح البوذيين بيفكروا الناس الديني البوذي هذا البلس المرتقالي وعرايا دون سهاد عايشين رهبان بأقل الطعام وبأقل التكاليف عايشين وطول الوقت تأملوا عبادة الله خاشعين خاشعين للأوثان يا حجين وهذا دين من جوه كل عنف وإجرام بان في معاملتهم مع المسلمين اللي عم بيقود حملة التطهير الرهبان الرهبان حديث سارت به الركبان وسارت دم دماء المسلمين أنهارا وتهجير وحرق وقتل وذبح شفت المناظر قلت تلك صديق لنا والله شالوا على المستشفى بهالمناظر الرهبان البوذيون قاتلهم اللهم الذين وراء هذا الكلام العنف المجتمعين وإش هذا أقول الذي أوحى بالموضوع حادث تكلم عنه الأخ والصديق وطالبنا حسام غرائبة في برنامجه الصباحي في إذاعة حسن اللي هو عمودها وعميدها ومديرها والمهم لا نريد أن نعيد الكلام في الموضوع ولا بنحدد ما حدد ولا نعين معين الكل سمع فلا نعيد لكن نريد أن نقول العنف له جذور في القلب والفكر والسلوك وتخزين يعني لنا جار ما عرف أسمي ما شئت جاني والله مسكين مصفر ويرتج بحال بحال خير ما لك قال لي ابني قتل ابني الله وكيل ولاد ست سنوات ولاد ثلاث سنوات ولا ناس الأرقام مسدس الأب حاطوا الأخ في الخزان رحين اشتره هو الوالدة أم الأطفال اشترهم شوكولاتة وطعام ومدرمين من البقانة رجع رقي ولد ام مدد ولد بعيط والمسدس مرمي بينهم فجاني أول ما عمل يعني عظم الله أجركم يعني ما تحطي المسدس في المتنى وما للطفل ليش يا أخي ليش وشيرنا في المسدسات ليش مش فهم يعني على الجبهة والسواك بتلاقي حاط مسدس تحته وقنوة لويش إذن صار العنف فاكر لما طلبت الجامعة على مقعد هذا المقعد أنا قاعد فيه مقعد مقعدة تطخوا قتلوا بلادق لشينكوفان صار في الجامعات مش معقول هذا عمر معاهد العلم ما كانت بهذا الشكل يا بويا بدنا الراجع أخواننا العنف في المجتمع خليها على الله بدنا الراجع الثقافة السائدة والفكر السائد والعلاقات المتوترة وراها إيه وأسبابها إيه العنف فكر مريض ونفس محتقنة وصورة عن المعيشة الضنك وكلنا مسؤول عن هذا لا يستثنى منا أحد صغيرا كبيرا كلنا مسؤول لا تقول أنا مش مسؤول ما في أحد مش مسؤول كلنا مسؤول أب وأم مسؤولين ليش السلاح في البيت ليش أنتم مش على الجبهة يا بويا القتل أشد صور العنف لكن مش هو كل الصور ومن الأطفال أسوأ والمخدرات عنف والتساب عنف يعني بعض الناس بحيوا بعض بالشتم له لأمه لأهله هذا عنف والغيبة عنف لأنه قد تبلغ الكلمات بيقول عنك بصير عدوات وتتولد عنف وضرب سكاكين ورسلاع ورصاص وعكاية والطلاق التعس في عنف يعني بس العنف يحمل موس أو سكين أو غيره إخواني هذا الدين منقذنا يا ناس هذا الدين يؤنسلنا يا ناس إحنا الآن تحولنا سامعني يعني مع أن مجتمع الأردن من أحسن المجتمعات العربية لكن العنف عماله هامش وبيتسع بيتسع بيتسع الكذب عنف التزوير والغش عنف صور العنف لا تنتهي بدنا نحارب كل هذا الكلام بالدين نحاربه بالوعي نحاربه بالتثقيف وما في سلاح في البيت لوش السلاح نحن عندنا وحوش ضباع ما في ضباع وعندنا معركة مفتوحة ما في معركة إذن لوش السلاح حطه وفي متناوى الأطفال جبني المستدس تعالى أي لأ إخواني بدنا نراجع سلوكنا كله عندك سلاح بعضته في قاع الأرض وش بخليه في متناوى الأطفال أسأل الله تعالى أن يصلح الحال وأن يوجهنا الوجهة التي يريد مولانا أن نكون مجتمع إنساني متراحل متواد متعاطف متحاب عشان نشعر بإنسانيتنا نشعر نحاشين في المجتمع كل رحمة كل مودة كل صفاء وفق الله وياكم أن نكون على هذه المواصفات إلى الملتقى بكم ودائما نراكم بأحسن أحوال أحسن معنويات وأقوى يقيم بالله عز وجل أننا على الحق وأننا منتصرون تمسكا بهذا الدين اعتصاما بهذا الدين لجوءا إلى رب العالمين نجانا الله وياكم من كل سوء وأمتنا وأم المسلمين وأهل فلسطين بخاصة لأنهم هم في الخط الأول في مواجهة العدو الأخطر سلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة